وعايز برضو اخدكم لملف اخر وهو منتخبنا خلاص منتخب مصر باذن الله ايام قليلة جدا بتفصلنا عن معسكر منتخبنا وقفت هنا كتير في برنامج اخبارنا وكان معانا محمد مراد المتحدث الاعلامي لمنتخبنا وشكر قناة الزمالك وبرنامج اخبارنا على الدور والدعم الدائم لمنتخب مصر وده مش حاجة احنا مستنيين فيها شكر ولكن ده واجب وطني ده واجب علينا هنا في قناة الزمالك في قناة ناديك واجب علينا كاعلاميين كلنا نقف وراء منتخبنا الوطني باذن الله منتخبنا ان شاء الله باذن الله عنده تحدي كبير اوي التحدي والرحلة هيبتدوا خلال 24 ساعة هنلعب ان شاء الله ماتش ودي مع تنزانيا في استاد القاهرة يوم الحد اللي جاي هيبتدي او هتبتدي ضربة البداية بالمعسكر بتاعنا في العاصمة الادارية اللي هو ان شاء الله هينطلق خلال 24 ساعة ان شاء الله هنسافر كودي فور يوم 9 يناير على طيارة خاصة ان شاء الله مشوارنا في البطولة هيبتدي زي ما حضراتكم عارفين يوم 14 يناير بماتش موزنبيق زي ما تعودنا اقول لحضراتكم الكلمتين اللي انا كل يوم هنا ها كل يوم هنا هتسمعوهم ثقاتنا في رجالتنا وفي منتخبنا ملهاش حدود كلنا في ظهر منتخبنا وكلنا بنسنده وهنسنده وهفضل دايما ااجي في ودن كل زملكاوي محب النادي الزمالك والكل مشاهد بيتفرج علينا اقول في ودنه همس تعتاب افتكر المنتخب تاني ارجع تاني خليك في ظهر منتخب بلدك ننسى اي الوان ننسى اي حاجة كلنا ورا اللوجو ده اللوجو اللي حضراتكم شايفينه على تيشرت منتخب مصر اي رهان عالمصري اي رهان عالمصري كسبان معروفة معروفة ومزبوطة في كتب التاريخ ارجعوا للتاريخ وافتكروا امجاد الفرعنة مفيش حاجة اسمها انتماءات في الوقت ده كلنا ورا هدف واحد رجل رجالتنا اول ما تنزل ارض الملعب كلنا بنلتف حوالين منتخب مصر يا اخي شعور مختلف والله العظيم المودة العام في الشارع المصري بيتحول 180 درجة 2006 و2008 و2010 بجد انا كنت بنزل بشوف وانتو حضراتكم كنتو بتنزلوا الشوارع وتشوف الحالة اللي موجودة ممكن تبقى ماشي في اشارة حد يكسر عليك والمنتخب لسه كسبان سيمي فاينال كاس امم بتقولي صباح الفول تح يا مصر مبروك ان شاء الله البطولة مصرية واقف في طابور طويل عريض والدنيا حر ومش طايق نفسك بس على قلبك زي العسل ومبسوط عشان عندنا مطش للمنتخب كمان 24 ساعة يأهلنا مثلا لسيمي فاينال امم افريقي او يأهلنا للنهائي فحالة منتخب مصر دايما بحس ان هي بتنعكس على المودة العام بتاعنا بلاش يا جماعة نقلل من نفسنا احنا كبار قوي احنا كبار قوي والعالم كله بصص لنا بصها كبيرة لازم نعرف قيمة منتخبنا ونعرف قيمة نفسنا مش عايز النغمة بتاعت احنا بعيد لا احنا مش بعيد احنا مش بعيدوا الدليل على كده مطشطنا ورجالتنا لما بيلعبوا الفرق الكبيرة بلجيكا ايطاليا بنكون على الموعد فمصر دايما ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا في كل المجالات بإذن الله وبرضو عملنا انجازات كبيرة في العلعاب الاخرى في موسم 20-23 وان شاء الله هذه الانجازات تمتد عندنا قيمة محترفة من اللعيبة السوبر ستارز عندنا جهاز فني قوي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا علشان كده ان شاء الله فرستنا كبيرة جدا في حصد اللقب ان شاء الله تكون رجالتنا دايما قد المسئولية زي ما عودونا قبل ما اختم كلامي عايز اقول كلمتين في قلبي لواحد من اللعيبة الرجالة قوي واحد من اللعيبة الزمالكوية اللي بيلعب بروح المدافع الها الداف نجم نجوم دفاعات نادي الزمالك محمود علاء عايز اقول له كل سنة وانت طيب وبخير محمود من المدافعين المميزين جدا اللي بيحب اي حد بيحب نادي الزمالكو بيحب الكرة بشكل عام يحب يشوفه جوه الملعب اداءه قوي راجل بيروح على كل كرة طول الوقت دايما بيتحامل على نفسه علشان خاطر حضرتك